مشهد مألوف في دول كالهند ولكنها راملة هؤلاء الشباب الفلسطينيون موظف خدمة العملاء لشركات محلية وأجنبية مراكز الاتصال كهذه قد تمنح الشباب أفقاً جديداً من الفرص إنني محظوظة لنيل هذه الفرصة فبعد التخرج يكون من الصعب الحصول على عمل هناك فرص كبيرة لهذه الصناعة الجديدة هنا في فلسطين وهذا سيساعد في حل مشكلة البطالة ربع الفلسطينيين القادرين على العمل تقريباً مدرجون في قوائم البطالة الاقتصاد يعتمد على الدعم الأجنبي وليس الإنتاج في الشهر الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه سيسعى لجلب استثمارات بقيمة أربعة مليارات دولار للفلسطينيين بين الحضور كان الملياردير مونيب المصري وهو عضو في مجموعة رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيين تضغط من أجل السلام ليس هناك ما يسمى بخطة سلام اقتصادية ولكن هناك وضع سياسي هذا الوضع سياسي يجب إصلاحه دون أن نتوقع أن أي فلسطينيين سيقبل مقايضة كرامته أو استقلاله بالمال كثير من الشركات الفلسطينية يعاني مصنع الملابس هذا يوظف العشرات من سكان بيت جالا ولكنه استغنى مؤخرا عن بعضهم آلات الصباغة متوقفة عن العمل بسبب نقص المياه وارتفاع تكلفة الكهرباء أصحاب المصنع يقولون إن الاحتلال يعرقل تجارتهم تتحكم إسرائيل في المعابر والحدود وتتحكم في قواعد الاستراد والتصدير والجمارك بينما نحن لا نملك الاعتراض مما يتركن عاجزين تتعلل إسرائيل من جانبها بضرورات الأمن وفيما تستمر الجهود لتقريب وجهات النظر فإن الأمل قائم في أن يجلب السلام مع الثقة قدرا من الرخاء